المحام العام بدأت اللجنة التحقيق في هذه الواقع لما تشكله من جريمة مخالفة لإحكام القانون في شأن الدعاية الانتخابية حيث استدعت المترشح وكذلك المتهم الثاني المتحدث بذلك المقطع واجهتهما بما تضمنه وما ثبت لديها من ممارستهما للدعاية الانتخابية المخالفة للقانون تمهيدا لحالتهما لمحاكمة عجلة وأشار إلى أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب يحضر على المرشحين في إطار الدعاية الانتخابية تنظيم أو عقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة أو في الميدين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة فيما يعقب القانون على مخالفة هذا الحظر بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين